موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من متابعة عام قرب الشارع من يملك شرعية دعوة الشارع إلى الحراك؟ أهي قوى المجتمع المدني وتنظيمته؟ أم هي قوى المجتمع السياسي وأحزابه؟ أو أن الشارع يملك زمام أمره بتلقائية تحركاته دونما إملاءات أو إحاءات أو استدراجات؟ من يتحدث باسم الشعب؟ ألم يكن الشعب من أرهب الدكتاتور بشعار الدكاش؟ ألم يصنع الشعب التونسي تاريخاً غير منتظر من قبل من صممه للخروج من أجل الهتاف بحياته أو إحياء حفلاته وتحويله إلى طاقة مهملة لا توظف إلا في التعبئة السياسية الممنهجة لدكتاتورية الأمس؟ تساؤلات سنحاول الإجابة عنها ولو جزئياً مع ضيفين اليوم عالم الاجتماع السياسي الأستاذ حافظ عبد الرحيم مرحبا بك سيحافظ مرحبا بك أختمالات مرحبا بمشاهدي قناة القلم وبيك عيشك إذن للتذكير فقط الأستاذ حافظ عبد الرحيم هو مدير معهد الفنون والحرف بجبس وهو أيضاً عضو مخبر بحث علم الاجتماع والتنميع بسفاقص إذن أستاذ حافظ عبد الرحيم ما هو تعريف شرعية الشارع؟ وهل أن شارع فعلاً هو مصدر للشارعية؟ شكراً إذن لكي نحدد شرعية الشارع أو نتحدث عن إمكانية وجود شرعية للشارع لابد أن نعرف الشارع ما هو الشارع سوسيولوجياً وفلسفياً الشارع هو بكل بساطة إن بساطنا الأمر نقول أن الشارع هو فضاء للفعل هذا الفضاء للفعل ليس فضاء خاصاً يعني لا يحق لأحد إن يمتلك الشارع وهو فضاء خارجي ليس تنقصه أو لا تحضر فيه الحميمية وهو فضاء للتنوع والتعدد وهو أيضاً فضاء لقاء فضاء استعراض فضاء إشهار وفضاء للتعبير عن المواقف عن الآراء فضاء للتنازع فضاء للجدل كما يقولها برماس هو أيضاً فضاء للتربية والتعليم فضاء لممارسة الكفاءات السياسية ومن هنا يمكن أن نقول أن الشارع يلعب دوراً وهذا ما أثبتته التجارب الإنسانية الشارع يلعب دوراً في التنمية السياسية أي في حدود ما لا تلعبه الدولة أي كأنما هناك دوران متكاملان بين الدولة والشارع يعني ما لا تقوم به الدولة يقوم به الشارع بما هو جزء من مكونات المجتمع المدني إذن فالشارع إحدى تعبيرات فاعلية المجتمع المدني هذا إن شئنا أن نعرف الشارع إذن من هذا المنطلق إلى أي مدى نتحدث عن شرعية فعل الشارع هل الفعل الذي ينجز في الشارع يحظى بالشرعية لا نريد أن نعود إلى معنى الشرعية ولكن لنقول ببساطة أن الشرعية هي المقبولية في أوساط عامة الناس أي أن يكون فعل شرعي هو أن يكون مقبولاً في أوساط عامة الناس أغلبهم على الأقل لا نقول كلهم ولكن أغلبهم من هنا لا يمكن أن يحظى الشارع بشرعية مطلقة أي الفعل لما نقول شرعية الشارع يعني شرعية الفعل الذي ينجز في الشارع هذا الفعل لا يمكن أن يحظى بشرعية مطلقة ولكنه قابل لأن يكون فعلاً شرعياً متى حظية بإجماع العامة عامة الناس كيف نقيس شرعية الشارع؟ هذه مسألة أخرى يطول الحديث فيها ولكن يبقى للشارع مصادر شرعيته من حيث أنه فضاء يعبر عن رغبات مشتركة بين الناس فضاء ينعبر عن آراء فضاء هو فرصة تتاح لكي يتجادل الناس وليك يعبر المختلفون في الآراء عن آرائهم إذن أستاذ حافظ عبد الرحيم أدعوك الآن إلى متابعة أول نقطة في برنامجنا اليوم وهي تاريخية حراك الشارع التونسي متى انتفض الشارع التونسي؟ وما هي الأسباب التي دفعته إلى ذلك؟ تاريخ وتفاصيل الهبات الشعبية بتونس في التقرير التالي لزميلة باهي راوجي 34 عاما مرت على أحداث الخميس الأسود بتاريخ 26 جامع في 1978 أحداث دامية هزت البلاد وأودت بحياة المئات من التونسيين وخلفت الآلاف من الجرحة الخميس الأسود لم يكن الحدث الوحيد في تاريخ تونس ليأتي بعده انتفاضة الخبس في جامع في 1984 بعد زيادة سعر الخبس بنسبة 110% وعدد من السلع الأساسية ولم يتوقف حراك الشارع التونسي إلا مع آلن الزعيم الراحل لحبيب بورغيبة التراجع عن تلك الإجراءات وإعادة النظر في الميزانية الجديدة حراك الشارع التونسي لم تتوقف أنفسه وظل دائما حاملا لهم الوطن العربي كلما مرت بالأمة العربية أزمة على غيرار العدوان على العراق وليبيا وسوريا وأحداث فلسطين عام 1985 حيث امتزجت دم التونسي والفلسطيني في غارة صهيونية ثقيلة ألقت بقنابلها على منطقة حمام الشط بتونس أصوات الحركة الاحتجاجية علت نبرتها في الوسط الطلابي ليكون تاريخ 1910 تاريخا هاما للحركة الطلابية تعبيرا منها عن الحركة الاجتماعية أسفر الحركة الطلابي في ذلك الوقت عن سقوط طلبة شهداء وسجن الكثير منهم وتجنيد البعض منهم من قوى اليمين واليسر كما يعتبر تاريخ 30 مارس من كل سنة محطة من محطات النضال الطلابي والتلمذي والنقابي والسياسي ويوافق هذا التاريخ ذكرى أحياء يوم الأرض في فلسطين شكل هذا اليوم نطة هامة في حراك الشارع التونسي لتصعيد الموقف إزاءة ديكتاتورية وهو أمر تفطنت له السلطة وذلك بإدماج موعة 30 مارس صلبة العطل المدرسية تحسبا لأي تحرك هذا إلى جانب تاريخ الفين وثمانية تاريخ انتفاضة الحوض المنجمي بقفصة جاءت على خلفية احتجاج الشباب العطلين عن العمل واجهها النظام التونسي الديكتاتوري بقمع دموي وبطش كبير خلف العديد من الشهداء وعشرات المعتقالين لمنع انتقال عدواها إلى مدن تونسية أخرى لأن استطع نظام بن علي كتم الأنفاس فإن حرك الشرع التونسي تمكن من تخلص كيانه واستعادة نفس الحرية ثورة 14 جانفي ثورة اندلعت شرارتها بخروج ألاف التونسيين فكان تاريخ 12 جانفي تاريخ مرجع لا في الثورة التونسية فحسب وإنما أيضا في تاريخ هزيمة الدكتاتورية حيث قتل بن علي رمزيا يوم الإضراب العام بسفاقس الذي شارك فيه العديد من القوى العاملة والطلبة والشباب في سنة أراد لها النظام أن تكون سنة الشباب لتكتملت مظاهرات يوم 14 جانفي أجبرت الرئيس المخلوع عن التنحي عن السلطة ومغادرة البليت سياسة الدكتاتور اتخذت أسلوب القمع البارد وتصميم الشارع بمنع تحركه إلا في خدمة النظام وذلك عبر مراجعة النظام التربوي والذي اعتمد أسلوب تشفيف الينبيع وتقليم الأظافر تصميم نظام أهلامي يستطح العقول ويبدئ الثقافة وينتهك المرجعية من ذلك تم إقحام موعة 30 مارس الموافق ليوم الأرض ضمن العطلة المدرسية قطعا لشريان الحراك الشعبي والخروج إلى الشارع إذن أستاذ حافظ عبد الرحيم بعد هذا التوصيف التاريخي كيف استرد الشارع التونسي وعيه وإحساسه بوجوده؟ في الحقيقة التاريخ تونس وهذا ما ورد في تقريركم يثبت أن هذا الشارع كانت نشأته في التعبير نشأة جنينية ربما سبقت حتى 78 يعني المجتمع التونسي في 64 خرج إلى الشارع في القيروان تعبيراً أو رداً على رأي برقيبة ودعوته إلى الإفطار في رمضان أو عدم الأضحية إلى آخره إذن كانت للشارع بدايات نشأة في التعبير ولكنها نشأة لم تكتمل نظراً لأن التنشئة السياسية في المجتمع التونسي لم تكتمل بحكم عدم توفر فضاءات للتنشئة السياسية يعني أن المجتمع التونسي في تجربته السياسية لم يوفر فضاءات للتعبير لعامة الناس بحيث يسمح لهؤلاء الناس أن يبدو آراءهم فتكون هبات الشارع هبات قوية وهذا ما تحدث عنه فيما أذكر مقال لدكتور هشام جعايد حينما حدثت أحداث الخبز أصدر مقال بيّن فيه وأكده فيما بعد الباحث ميشيل كامو بيّن فيه كيف أن الشارع التونسي حينما لا تتوفر له فرص التعبير في حياته العادية تكون هباته قوية وتكون هبات هدامة إن شئنا يعني أن التنشئة السياسية في تونس تنشئة غير سوية وهذا ينعكس على نوعية الهبات وعلى كيفية رد الفعل الشارع التونسي التي تكون رد فعل ميزتها الكبرى هي الفوضى لماذا؟ لأن الوعي بقيمة الشارع لدى الفرد التونسي لم تكتمل لم تتشكل بالشكل السوي يعني أن الشارع تصبح فرصة بالنسبة لهذا الإنسان الذي لم تتوفر له مؤسسات التعبير ومؤسسات المجتمع المدني لم تتوفر له الفرصة لكي عبر فتكون فرصته في الشارع ولكن فرصة للتعبير ليس التعبير البناء هو التعبير الهدام إذن فهي تنشئة مقلوبة إن شئنا تنشئة سياسية مقلوبة ومن هنا نلاحظ ونتتبع كيف أن تحركات الشارع كادت تكون بشكل دوري في العشرية خاصة بداية من العشرية السبعينات يعني 76، 78، 81، كادت تكون بشكل دوري لماذا؟ لأن المجتمع التونسي مجتمع تعلمة، تمدرسة بدأ وعيه يتشكل ولكن المؤسسات المجتمع السياسي لم توفر لهذا النشأ فرصة ومؤسسات تسمح له بأن يعبر لكن بشكل منظم بشكل غير فوضوي فتكون هباته هبات غير منظمة هبات سيمتها الكبرى هي الفوضى والهدم والتكسير ونتذكر جيدا خاصة أحداث 84 جانفي 84 التي كانت فعلا عبرت عن خيبة أمل خاصة خيبة أمل الشباب الذي تعلم ولكنه لم يجد فرصته لا في الترقي السياسي ولا في الترقي المهني ومن هنا تكون ردة فعله فوضوية وهدامة نأتي إلى نقطة أخرى هنا حق الشارع في تقرير مصيره هل يقف عند صناديق الاقتراع أم أن هناك حدود أخرى لتقرير مصيره وللشارعات الشارع فعلا سؤال وجيه من حيث أن التجارب الأمم السابقة ربما تكون مرجع إلينا لكي نحسم في هذه المسألة هناك أمم هناك أقوام سابقتنا في هذا المجال التجارب المجتمعات الغربية هي تجارب نجحت في أن توجه هذا الشارع التوجيه الأسلم يعني كانت بداية تجارب الشارع في التحرك تغلب عليها الفوضى ولكن نجحت هذه الأمم في أن توجه الشارع الوجهة التي تكون وجهة بناء يعني تصبح مساهمة الشارع مساهمة بناء ويصبح مساهمته مساهمة شرعية يعني مشاركته في الحياة العامة مشاركة شرعية كيف ذلك؟ يعني يمكن للشارع أن يكون فضاء للتعبير عن الأراء المتنوعة والمتعددة وبالتالي يصبح الشارع محراراً مقياس حتى السياسيون يستفيدون منه كيف ذلك؟ يعرفون التوجه العام يقيسون التوجه العام من خلال الشارع ونحن نعرف أن اليوم تقنيات الحديثة تسمح لنا بأن نقيس حتى عدد المتظاهرين في الشوارع حسب المتر مربع إلى آخره ويكون العدد تقريباً معروف من هنا أنا كسياسي كفاعل سياسي كصاحب قرار سياسي من خلال حجم المظاهرة من خلال الشعارات التي رفعت فيها من خلال حتى رواد هذه المظاهرات هل هم من عامة الناس؟ هل هم من التلاميذ؟ هل هم من المثقفين؟ إلى آخره أستطيع أن أعرف وبالتالي أستطيع أن أقرر أو أن أكون أقرب في القرار إلى الصواب إذن فهو محرار هو مقياس يقيس به السياسيون لما تكون مظاهرة الشارع وتحركاته شرعية إذن ما مدى شرعية هذه المظاهرات؟ هنا نعرف أن الدولة أو مفهوم الدولة قائم على النظام لماذا ظهرت الدولة؟ حتى نضمن النظام حتى نتجنب الفوضى بكل بساطة الشارع لم يتحرك في إطار النظام وفي إطار القانون يصبح تحركه شرعي بكل بساطة مهما كان عدد رواد يعني عشرة من ناس أو خمسة من ناس يخرجوا بشي عبروا من حقهم أنهم يعبروا ما لم يتعارض هذا مع النظام النظام يعني نظام الدولة كان نظام اخترناه جميعا في إطار القوانين التي تنظم هذه العملية يخرج عشرة الآلاف من حقهم مثل ما يخرج خمسة من ناس من حقهم أن يعبروا لكن دائما النظام هو القاعدة أو أساس الشرعية في هذه التحركات إذن أدعوك سيدي إلى المرور إلى النقطة الموالية في حلقتنا اليوم الشرع التونسي يستفق من الغيبوبة ويأخذ بزمام الأمور في هبة شعبية استثنائية عرفناها جميعا بثورة الدجاج أو إرحل قبل تترقي للتفاصيل ووقائع هذه الهبة الشعبية الاستثنائية دعونا أعزائي نتابع قبل ذلك هذا الرصد الكرونولوجي لتحرك شارع التونسي بداية من 17 ديسمبر روبرتاج ثم نعود ثورة 14 جنف في 2011 كانت نموذج للحراك الشعبي في الشارع التونسي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 تضامنا مع الشيب محمد البعزيزي الذي أذرم النار في جسدي ما أدى إلى أندلاع شرارة المظاهرات يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج ألاف التونسيين في كل من سيدي بوزي والقصرين وتالى نتج عنها سقوط العديد من الشهداء والجرح فرصتكم أيها الشباب التونسي تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن لأننا هارمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية توسع حراك الشارع التونسي ليصل إلى يوم الإضراب العام في سفيقس يوم 12 جنف في 2011 الاحتجاجات توسعت وزادت شدتها لتصل إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس بن علي عن التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد يوم 14 جنف في 2011 بعد هروب بن علي أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن توليه أداء صليحية رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة في 17 جنف في 2011 أعلن محمد الغنوشي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم عددا من رموز المعارضة إلا أن مدة هذه الحكومة لم تدم طويلا حيث اندلعت مظاهرة حاشدة في المدن التونسية تطالب باستقالة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد الغنوشي والإطاحة بكل رموز النظام السابق ليكون يوم 27 فبري 2011 تاريخ نهاية حكومة الغنوشي وتقديم استقالته من الحكومة المؤقتة تحت ضغط الشارع حراك الشارع التونسي نحت بصمته في العديد من الأنهج والمدن والساحار فكانت ساحة القصبة ساحة الرمز في هذا الصدد باحتضانها اعتصامين تعبويين حقق مطلبين رئيسين في 23 جنفة 2011 المطالبة بإسقاط حكومة محمد الغنوشي 20 فبري 2011 المطالبة بإنشاء مجلس تأسيسي وهو الأمر الذي تم في 23 أكتوبر 2011 بعد اعتصام القصبة تتالت الأحداث ليكون 6 فبري 2013 محطة مهمة في تاريخ الشعب التونسي وهو اغتيال شكري بالعيد وقد شهدت البلاد مسيرة حاشدة جابت شوارع تونس العاصمة احتجاجا على واقعة الاغتيال ليكون 8 فبري 2013 تاريخ الإذراب العام حادثة اغتيال شكري بالعيد لم تكن الوحيدة التي عاشتها تونس هذه السنة ليكون 25 جوليا 2013 تاريخا مماثلا لحادثة الاغتيال السابقة حيث تم اغتيال محمد لبراهني نجم عنه حرك في الشارع التونسي أمام وزارة الداخلية تنديدا بالاغتيال هذا وتوسعت حركات احتجاجية في العديد من المدن التونسية حادثة اغتيال محمد لبراهني أثارت زوبعة من الغضب ليكون يوم 26 جوليا 2013 بداية اعتصام الرحيل أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وفي عدة مدن تونسية أخرى قابل اعتصام الرحيل اعتصام أنصار الشرعية بتجمع حاشد مؤيد للحكومة إذن مشاهدين كرام كان هذا رصد لأحداث 17 ديسمبر في تواصل لروح أحداث الحوض المنجمي أستاذ عبد الرحيم ما هي آليات الحراك الشعبي؟ في الحقيقة آليات الحراك الشعبي في التجربة التونسية صحيح أنها برزت للعيان واضحة بعد 17 ديسمبر ولكن في الحقيقة نشأتها الجنينية تشكلت على امتداد لا أقول فقط 23 سنة بل أقول حتى 56 سنة لأن كما قلت لك حتى في 64 وحتى قبل حتى في أحداث صراع اليوسفي البرجيبي كانت هناك تحركات بدايات لتحركات الشارع ولكنها بقيت جنينية لكن الشرارة القادحة كما يبين مؤرخون اليوم للثورة التونسية هي حادثة استشهاد البعزيزي هذه الحادثة كانت شرارة قادحة ولماذا هي شرارة قادحة؟ لأنها مثلت فعلا استرجاع الشارع التونسي لثقته في نفسه وحق في أن يتظهر وأن يعبر ومن هنا هذا الشارع تركيبته وتكوينه وتكوين رواده متنوعة مختلفة متعددة من بداية من المثقف والجامعي والفنان وصولا إلى التلميذ والبطال والعاطل عن العمل وغير المتعلم كلهم تجمعوا في نفس الشارع في نفس الساحة في القصبة أو في باردو أو في شارع ببورجيبة وكلهم تجمعوا من أجل هدف واحد هو تلك الشعار الشهير ديجاج لكن راه ديجاج هذه لم تكن تقصد شخصا بقدر ما قصدت أو استهدفت نظاما نمطا في الأداء السياسي هذا النمط في الأداء السياسي القائم على الإقصاء وأنا أعتبر أن 23 سنة هي ثمرة ل56 سنة من الحكم كلها قالت أردت أن تقول لهذا النظام كاملا النظام الذي يقصي الشارع من حقه في التعبير قالت له ديجاج وأنت قلت لي ديجاج سابقا وأنا أقولها لك اليوم ولكن بأكثر وضوح وبأكثر قوة وبأكثر شدة ارحل عنا فنحن نريد أن نعبر وكانت الانتلاقة في التعبير وأصبح الشارع يعبر عن ذاته عن آرائه عن طموحاته وعن اختلافاته أيضا ربما الاختلافات لم تظهر في البداية يعني ساحة القصبة في البداية جمعت كل التيارات السياسية والإديولوجيات ولكن فيما بعد لما تشكلت المجلس التأسيسي وبدأت الأحلاف تتشكل وبدأت التحالفات تتكون أصبحت هناك حكومة وأصبحت هناك معارضة وأصبحت الاستراتيجيات والاختيارات تختلف ومن هنا ذلك الشارع الذي كان متجانسا سيعيد توزيع نفسه ولكن بشعارات جديدة وبتقاطعات جديدة أيضا نعود إلى نقطة أهمة كنت أذكرتها أستاذ حافظ عبد الرحيم النظام السابق والذي كتم أنفاس الشارع التونسي والشعب التونسي لمدة سنوات من خلال إرساء عقيدة خوف وتخويف مستمرة للشعب التونسي من يقف وراء هذه العقيدة؟ هل هو الدكتاتور أم أنها لجنة الإخصائيين والخبراء الذين استعانوا بهم المخلوع أيام حكمه من علماء اجتماع من علماء نفس من خبراء أمنيين من أخصائيين في الإعلام أمثل بارون الإعلام الردي عبدالوهاب عبدالله من يقف وراء هذه العقيدة؟ هل هو الدكتاتور؟ أم من أحاط به لطيلة هذه السنوات؟ في الحقيقة في علم الاجتماع لا يمكن أن نفهم أي ظاهرة بمعزل عن تاريخها تسمى لسوسيوجوناز يعني نشأتها اجتماعيا نشأت اجتماعيا أنا أعتبر أن هذه ما سميته أنت الآن بالعقيدة لم تأتي هكذا فجأة ووجدناها أمامنا هي نتاج هي إفراز لمسار كامل في نمط الحكم ربما حتى قبل 56 حتى في طار الصراع بين الأحزاب يعني الحزب القديم والحزب الجديد وحتى قبلها يعني منذ حكم البيات يعني هناك نشأة جنينية لنمط في الحكم أقرب إلى الاستبداد لأن اللقاء لن يقول هذه النخب التونسية التي حكمت تونس بعد 56 أنا لا أقول برغيبة فقط برغيبة وكل فريقه وكل الذين حكموا بمختلف تقاطعاتهم منهم حتى شيوعين عرفوا منهم من ينتمي إلى تيارات قومية ويوسفية إلى خيري هؤلاء الذين تعلموا وشربوا وتشربوا مبادئ الديمقراطية والتعددية والمشاركة لكنهم لما مارسوا الحكم في تونس بعد 56 وجدوا أنفسهم يقعون في نمط من الحكم هو أقرب إلى الاستبداد هذا الاستبداد يعني لم يأتي هكذا فجأة بل تراكم فعل التراكم واضح يعني في البداية استبداد في مستوى معين باسم المحافظة على الاستقلال وباسم بدعوة التنمية وبدعوة التغلب على الفقر تنازل لي عن حقك في المشاركة حتى أضمن لك كان برغيبة يتحدث عن بحبوحة العيش عن الرفاه هذا الاختيار يعني أدى صحيح أنه حقق نمطاً في التنمية ولكنه كان على حساب التنازل عن الحق في المشاركة يعني الناس تشربوا وتشبعوا بثقافة التنازل تشبعوا وتشربوا بثقافة عدم الوقوع في حق الاختلاف يعني لا أخالفك حتى أضمن التنمية والرفاه لكن رغم ذلك كانت هناك هبات شعبية محاولات الثورة ضد أوضاعاً معينة لكن في كل مرة كانت تخمد كل فعل فيه يعني نمط وفيه نمط مضاد يعني فعل القبول له ما يضادده وهو فعل الرفض وهذا الفعل ورد الفعل هو الذي سيولد لكن الغلب دائماً للأقوى لصاحب السلطان كما يقول ابن خالدون يعني صاحب السلطان هو الذي يغلب لأن كل الآليات وكل الأدوات بيديه ومن هنا نقع في مساري الاستبداد الذي يتراكم مثل كيف نقول كرة الثلج بولدوناج يعني تتراكم وتسير هي تكبر والاستبداد كذلك عبر 56 سنة تراكم إلى أن انتهينا إلى 17 ديسمبر انفجرت الكرة ودخلنا مرحلة جديدة نتمنى أن تكون بداية لمرحلة ديمقراطية لكن الأكيد أن التعليم خاصة تونس رهنت على التعليم ونخب بناء الوطني في تونس رأوا مفارقات بقدر ما أنهم نزعوا نوعاً ما إلى الاستبداد بقدر ما أنهم كانوا متفتحين ومؤمنين بأن التعليم هو الريهان الأفضل والتعليم أفرز أناس المتعلمين أفرز نخبة أفرز أناس يحافظون على النظام على النظام الدولة ولكنه أيضاً أفرز عقلية نقدية وأفرز أناس طموحين يطلبون حقهم في الشغل يطلبون حقهم في الترقي في المهام سواء كانت المهام في الدولة والإدارة أو في السياسة والمناصب السياسية إذن الشيء يولد نقيضه أيضاً وهذا منطق الجدلي منطق في المجتمع قائم إذن التعليم بقدر ما سهم في تنوير الناس وفي نشر الثقافة بقدر أيضاً ما أفرز متعلمين جدد يطالبون بحقهم في المشاركة وردوا فعلهم تزايد بفعل الزمن إلى أن وصلنا خاصة مع نسب البطالة التي ارتفعت في تونس وكانت بمثابة اللغم الذي انفجر بعد سبعتاش أنا شخصياً لما كنت ألاحظ ما وصل إليه المجتمع التونسي من نسب في البطالة كنت أستغرب كيف لهذا المجتمع لم ينفجر بعد إلى حدود جون فييه وما حصل كان منطقي جداً للذي يحسن قراءة الواقع التونسي بعد هذا الانفجار من 17 ديسمبر إلى اليوم هل يمكن أن يعود الشارع التونسي إلى الوراء إلى عقيدة الخوف وإلى الرقابة الذاتية هل يمكن العودة إلى الوراء في علم الاجتماع شخصياً في رأيي أرفض القراءات النبؤية علم الاجتماع لا يتنبأ ولكن يمكن نسبياً أن ننسب المسألة واستناداً إلى بعض المؤشرات أقول مع نسبية قولي هذا لا يمكن أو حركة المجتمعات لا تسير القهقرة إلى لا تتراجع المجتمعات تسير إلى الأمام دائماً وتاريخ الثورة الفرنسية يؤكد ذلك تاريخ الثورات في العالم يسير إلى الأمام وأنا لا أتصور مهما اختلفنا هل هي ثورة هل هي هبة إلى آخره أنا أقول أنها ثورة وأتحمل مسؤوليتي في هذا القول ما حصل في تونس هو ثورة وليست مجرد هبة لها أسسها لها أهدافها لها استراتيجياتها ولا يمكن أن ترجع للوراء والشارع التونسي حقق مكاسب لا يمكن أن يتنازل علىها والمكسب الأساسي وحقه في التعبير وفي المشاركة السياسية والفكرية والإديولوجية والثقافية والمهنية وكل أشكال المشاركة في الحياة العامة وفي الفضاء ما يسمى بالمجال العام هذه مكاسب لا يمكن أن يتراجع عنها مثل ما نتحدث عن مكاسب أخرى حققها النظام يعني الأنظمة نظام الحكم في تونس منذ ستة وخمسين مثل مكاسب المرأة مكاسب التعليم هذه مكاسب أساسية لا يمكن أن الولاء تصور مثلا ما تحقق في مجالة الأحوال الشخصية أن يتراجع عنه المجتمع التونسي والمجتمعات لا تتراجع في مكاسبها حتى وإن تراجعت فهو تراجع مؤقت سريعا ما نتداركه إذن نغلق هذين القوسين ونمر إلى المحور الموالي هل هناك سريقة لشرعية الشارع أم هناك توظيف واستغلال للشرع في ظل صراع الشرعية سؤال ترحناه على المواطن التونسي وعلى بعض السياسيين نتابع الإجابة في هذا الروبرتاج ثم نعود الشرعية وقع تحديدها يوم الانتخاب عبر صندوق الانتخاب وأفرزت هذا المجلس فليس لأحد أن يتكلم باسم الشرعية إلا هذا المجلس أنا والله يرأي كون الملوكين تشاهدوا مصالح الشعب قبل ما يشوفوا مصلحتهم السياسية يكون خير في فهمته هذه مصلحة عامة ماشي مصلحة خاصة إذا هم والحزيب يتفاوضوا على خطر حكايتهم والأمورهم الخاصة احنا ما يساعدناش كشعب سيف ما أنا تعرف انت احنا التونس مستنسة من نمط معيشة معين جي تلقى روحك بعد مدة وبعد سنة ولا قداش تقارعك في نمط آخر ما يشتش متعيش الشعب التونسي والشارع عبر في محطات كثيرة بالأحجام الحقيقية على تعم المؤسسات دستورية وكل بلد ديمقراطي لابد أن الانتخابات تقود إلى انتخابات قادمة وإي محاولة لقطع المسيرة بين الانتخابين هو انقلاب على الشرعية نحن مع الانتخاب لا مع الانقلاب ونحن مع عشر عيد الصندوق وبالنسبة للنواب المنساحبين هذا ممثلو الشعب التونسي الصندوق هو الفيصل ما بين كل الأحزاب بيدون استثناء مع تفهم انتخابات هذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية والانتخابات الانتخابات والصندوق هو الفيصل ما بين كل الأحزاب بدون استثناء معناها عندما خرج الشعب التونسي البطل يوم 23 أكتوب 2011 4 ملايين و300 ألف مواطن خرجوا لانتخاب هذا المجلس وهذا المجلس هو السلطة الأصلية وشرعية وليس الحق لأي طرف كان سياسي أو نقابي أو ميهني أو غيره أن يشكك في هذه الشرعية بل هؤلاء المنظمات النقابية والميهنية تريد أن تنقلب على الشرعية بل هي بتصرفات هذا وما يسمى بالحوار الذي يدار خارج قبة المجلس هم يريدون هذا الانقلاب على الشرعية أغلبية عندك جماعة السياسيين مثل المعارضة هم قادين يحبوا يفكوا البلايس يشدوا هم البلايس متاحهم والحكومة اللي عاننا قادة نكبشة ما يش حدث لهم اللاب برش عبيد بدلت رأيها بعد ما انتخبت السياسيين اللي حركوا في الشارع عليها في مصلحة حتى حد بريمو تشوف في الدنيا كيفاش وليت ما عاش فهم حد شيء يستابل ما عاش فهم حد شيء معروف حركوا في الشارع المصالحهم الشخصية جوز بيش يوصلوا لهم الغاية هم يحبوا يوصلوا لها سكيسير الشعب التونسيات كمن هيدا كله مي عاليش وصلنا لهذا هيدا هو سهل المطروح ما شفت حتى شيء جديد بالنسبة للسياسيين كون القدم ولا جدد فهمتي وبالنسبة اللي شوفهم مصالحهم توفهمتي أنا نارى فيه يستغلوا في الظرف ويستغلوا في الشعب ويستغلوا في مظاهرات فهم شيء فم حد شيء جديد الأحزاب وبدأ بي منحهم الأحزاب حتى حزب بقينا أحزاب أحزاب كثرة بلا بركة بالنسبة للسياسيين مش الكل يستغلوا فهم سياسيين قاعدين يستغلوا فهم سياسيين مع أنت عادي بالنسبة اللي أنا السياسيين ما وماش قاعدين يقوموا حتى مع أنت واجب في البلاد فهمتني ولا وسايد مع أنت وجودهم في البلاد جملة يشيد سكر شوية عندك متعبر أنا فهم المجل تأسيسي فهمها عنها انتخابات أم بيجي تسكر كياسة العباد قاعدة على مصالحها ما يشيش ولا تأو انت مثلا فهمش كون عنده شهرين ولا ثلاثة غديكة في برد منين يصر فمن يناكل لحنا نعطينا منين يصر فهم عباد تخدم أجور وما يش واصلة يخي هو نحب ونفهمه أحنا العباد هذيك شكو منين الفلوس هذيك أي واحد كي بش يخدم بش يستغل أي فرصة يزمو يخدم بلاده معنا بش يخدمها بحاجة باية مش بش يستغلها في مسيرات ولا بش يفسد البلاد ولا بش يعمل مظاهرات على العباد أي عبد يحب يوصل المقارب الشخصية وقال لازمو يستغل حالا سواء حكومة سواء معارضة أي سياسي فما ظروف لازمو يستغلها أما الصالحو وإذا كان معتا حتى ما هيش الصالحو هي يقول لي هو يوظفها الصالحو لازمنا نتحدو شعب كامل مع بعضنا ما لازم نش نتفرقه ما لازمش مشي وحيد في اعتصام الرحيل ووحيد في اعتصام الشرعية خليوا الحكومة هذية تخدم شوية تكمل اللي يمازال والشعب بش يقول كلمته في الصناديق يزينها من التحريض على الخروج الميدين والشوارع ما هوش حل الشوارع الحل هو صندوق الاقتراع بالنسبة لي هذا المجلس هو المؤتمنة الشرعية وهذا المجلس لن يسلم سيادة الوطن الذي اؤتمن عليها عبر الصندوق الا لمن يفرزه الصندوق الاتي اذا انقسام الشرع التونسي الى طرف حاكم وطرف معارض في المرحلة التأسيسية التي لا تتحمل مثل هذا التوصيل بين حكومة ومعارضة بالنسبة لطرف الحكومة او الترويكا تتشبث بالشرعيات الانتخابية او شرعيات الصندوق او ما يعرف بشرعيات الديمقراطية النيابية التي تصنع الارادة العامة للشعب في اختيار من ينوبه في الحكم وهي الطريقة السلمية في الانتقال المرن اما بالنسبة للمعارضة فهي تتشبث بنهاية الشرعية اما بدعي نهاية موعد السنة بحلوث 23 اكتوبر او بوصف الحكومة ثاقدة للشرعية تلما انها وصفت بمعاداتها للشعب في ظل احداث سليانة وحوادث الاغتيال السياسي وعجزها عن معالجة المطالب الثورية اذا استاذ حافظ الشعب بين الشرعيات الانتخابية وشرعية الشارع اين تقف شرعية الشارع التونسي؟ شرعية الشارع التونسي في حقه في ان يعبر وحقه في ان يفسح عن جملة من الشعارات عن جملة من الرغبات هذا من حقه لكن ايضا هذه الشعارات وهذه المظاهرات التي تجري في الشارع هي مقبولة دون شك بما دامت قانونية ولكن ليس من حقها ان تسقط ما قاله او ما افرزه او ما عبر عنه الصندوق هذا يعني في التعريف الابسط في العلوم القانونية يعني ودليل على ذلك انه ظهرت صيحات تدعو الى اسقاط المجلس التأسيسي مع اسقاط الحكومة طبعا ولكن فيما بعد بعد ان هدأت الامور تبين انه لا يحق الحديث عن اسقاط مجلس منتخب بكل بساطة وهذا الشارع التونسي في الحقيقة في معظمه كل يتحدث عن الشارع التونسي ويقول الشارع التونسي ما يريد قوله ولكن لندع الشارع التونسي يقول ما يقول ولكن ايضا لندع للصندوق ان يقول ما يقول ولكن ايسا في ذلك التعارض مع الديمقراطية لا لا لان الديمقراطية ما هي ديمقراطية في تعبيرها الابسط هي التنوع والاختلاف حق التنوع حق الاختلاف حق التعبير هذه الديمقراطية الديمقراطية ان تقول انت ان هذا المجلس غير شرعي والحال انه منتخب هذا ليس من الديمقراطية في شيء قل عنه انه غير قادر على ان يؤدي لاذا الامثل هذا من الديمقراطية أما أن تقول عن مجلس منتخب بأنه غير شرعي والحال أنه منتخب بالصندوق مهما كان عدد الذين انتخبوه يعني نسبة المشاركة لا تحدد مدى ديمقراطية أو شرعية أي هيكل منتخب هذا معروف يعني في التنظيمات إلا إذا كان قانون يحد بنسبة معينة هذه مسألة أخرى يعرفها القانونيون ولكن في كل الأحوال ما أفرزه الصندوق يعد شرعيا ومقبولا في أوساط عامة الناس ومن حق الشارعي أن يقول عن هذا المجلس أنه لم يحسن الأداء أنه لم ينجز ما طلب منه أن ينقضه بأي شكل من الأشكال أما أن يطالب بإسقاطه فلا يسقطه إلا صندوق من جديد الصندوق لا يسقطه إلا صندوق هذا مبدأ أن تطالب بإسقاط الحكومة هذه مسألة أخرى لأن الحكومة غير منتخبة ولكن عينها المجلس هذه مسألة تناقش أما إسقاط المجلس فلا يحق حتى للشارع حتى وإن خارج فيه عشرة ملايين شارع اليوم وطالبوا بإسقاطه لا يسقطوا لا يسقطه إلا صندوق من جديد ما بناه صندوق يسقطه صندوق إذن نستكمل المرحلة التأسيسية ثم نمر إلى فترة انتخابية جديدة هذا يعني لا أقوله أنا هذا يقوله المختصون في القانون لكن الديمقراطية الحقيقية تأتي بقوى عبر سرديق الاقتراع ولكن في نفس الوقت تأتي تضمن أو تسمح بتحركات القوى المضادة مثلا عبر حريات الأعلام عبر قضاء المستقل وعبر الاحتجاجات والاعتصامات أيضا شوف في علم الاجتماع أو علم الاجتماع من أهم مساهماته أنه يفهمنا أن ما يصدر من شعارات هي شعارات وآراء ومواقف تصدر داخل المناطق الحضرية الحضر الوربع يعني في المدن الكبرى صحيح أن ما يرفعه هؤلاء من شعارات يهم هؤلاء الناس هؤلاء الرواد ولكن يجب أن ننظر إلى المجتمع في كليته فيه الحضر فيه البدو فيه المتعلم فيه غير المتعلم والصندوق هو الوحيد الهيكل الذي يمكن أن يأخذ آراء هؤلاء كلهم ومن هنا تأتي نسبية ما يعبر عنه الشارع نسبية شرعية الشارع لذلك لم يستند إليه القانونيون الشارع لأنه لا يمكن أن يعكس حقيقة الموجود في البلاد ككل بلادنا تونس هذه الجمهورية الأراءها لا تجمع في تونس العاصمة أو في سوسة أو في سفاقس أو في جابس أو 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 لا هي كل من بن زرط إلى بن جردان بأريافها بذلك الشيخ الجالس هناك في عمق أرياف قفص أو في عمق أرياف سيدي بوزيد تلك المرأة التي تكدح في أعماق الكاف أو أعماق بن جردان هي أيضا لها رأيها ويجب أن يأخذ معنا الاعتبار كيف يمكن أن نعكس أراء هؤلاء جميعا؟ لا ليس عن طريق المظاهرات التي ترفعها نخب يعني لها إديولوجياتها ولها توجهاتها ولها استراتيجياتها ولها ما تخفيه لا يمكن أن يعكس أراء هؤلاء جميعا؟ يعني مجتمعك كل إلا الصندوق ماذا عن خروج الشارع للتعبير عن غضبه إثر اغتيال الشهيد شكري بالعيد أيضا إثر اغتيال الشهيد البرامي في يوم الرمز وهو عيد الجمهورية أليس من حق الشارع أن يخرج وأن يعبر عن غضبه وسخطه وأن يطالب أيضا المسؤولين بالنفاذ إلى المعلومة كاملة وإلى النفاذ إلى المعلومة بأكملها أليس هذا من حق الشارع؟ هذا لا شك ولا مرأة في ذلك لا شك يعني شوف راه الشارع كما قلنا عنه في البداية وأربط وأعود لأقول أنه فضاء للتعبير التعبير عن ماذا؟ عن شواغلنا عن مشاغلنا عن ما يقلقنا من مننا لم يشعر بألم شديد عندما يسمع باغتيال الشهيد شكري بالعيد؟ من مننا لم يتألم كل الألم عندما يسمع باغتيال برامي؟ أو أي كان أو ذلك الجندي أو ذلك عون الأمن أو كلهم هم أبناء تونس يعني يسيئنا أن نرى الاغتيالات وأنا أعتبر أن أكبر عثرة عرفتها الثورة التونسية هو بداية الاغتيالات لم أكن خائفاً على الثورة التونسية إلا لما بدأ مسار الاغتيالات يعني الثورة التونسية كانت سائرة على الطريق الأسلم برغم الهزات التي عرفتها وبرغم الإخلالات وبرغم التقصير والقصور أعود الآن فأنا متأكد أن كل الناس ثمت إجماع حول باستثناء بعض دون شك وشاذ ويحفظ ولا يقاس عليه كما يقال لكن المجتمع التونسي كرأي عام كحس مشترك أجمع على أن الاغتيال مستنكر ومستهجن وعمل غير مقبول وخرج للشارع كلنا خرجنا للشارع يعني حتى نرفض هذا العمل المشين للذات البشرية وللمجتمع التونسي كمجتمع له قيمه وله مبادئه وأن القتل حرام وأن إسالة الدم غير مقبولة مهما كان السبب بقي أن الشارع من حقه لا أن يعتبر أن حدث الاغتيال هو بداية إسقاط شرعية لا حدث الاغتيال هو بداية مسار المحاسبة لما لا نحاسب حكومة أو وزارة داخلية أو رأي عام أو منظمات كلنا مسؤولون عن اغتيال شكري بالعيد كلنا مسؤولون عن اغتيال إبراهمي يجب أن نشعر أن المسؤولية مسؤولية وطنية أن نحمل العبء معا ولكن مع اعتبار أن هناك هياكل وزارة عادل وزارة داخلية ويعني هياكل مختصة هي المسؤولة عن هذا الحدث ومن حقنا كرأي عام مهما كان انتماؤنا السياسي والإيديولوجي من حقنا أن نطالب بالمحاسبة ومحاسبة والوقوف على نقاط التقصير في هذه العملية بعد خاصة ما نتبين أن هناك وثائق خرجت وإلى خيره لا بد من الانتباه إلى هذه النقطة ويصبح مسار العمل وتقليد العمل وتقليد ممارسة الفعل السياسي قائمة على المحاسبة من حق الشارع أن يحاسبة وأن يطالب بالمحاسبة بالفعل أستاذ حافظ عبد الرحيم من بين النقاط التي أثارت غضب شارع التونسي هو وقت اللي يطلب النفاذ المعلومة ووقت اللي يطلب مصارحته بالحقيقة كاملة ولو جزئيا ما نقولوش كاملة ما لقاش تجاوب من السلطات المعنية ما لقاش آخرها كما كنت أذكرت الوثيقة اللي ظهرت من اللي قالوا بعثتها معناها الاستخبارات الأمريكية فيما يخص اغتيال الشهيد الإبراهيم ولا تفطنش لها وزير الداخلية هذه أثير نقطة استفهام كبيرة وعلى أثرها عبر الشارع على عدم رضاه معناها الشارع من حقه زادة أنه يعرف المعلومة هذه كاملة خاصة فيما يخص معناها قضية اغتيال سياسي ما هيش قضية سهلة شوف الأكيد أن من حق الشارع أن يعرفه لأنه يمثل الرأي العام والرأي العام لكن ما رقع جواب فيه أكثر أشاء الله معناها في كل وقت يطلب فيه أكثريت لو قد ما يرقع جواب لكن شوف يازم ننتبه البرشة معطيات راهو من حقه أن يعرف ومعرفته هو شكل من أشكال المشاركة ونحن نريد من شارعنا أن يكون شارعا مشاركا وبناء هذا أكيد ولكن أراه مش كل معرفة وكل معلومة نجد تكون متاحة نعرف القضاة يتحدثون عن حقه تم معلومات لابد أن تحجبها عن الرأي العام لغايات سرية التحقيق هذا يعني من حق القضاة أن يمارسوا هذا التكتم معلومة كما هذه وزير الداخلية معناها قال أنه يجهلها إلى حد السر لكن تابعني فقط في تحليلي حتى أصل إلى هذه النقطة ثم هذا مختضيات التحقيق قد تطلب ذلك التهاون قد يكون موجود أيضا يعني التقصير لا أقول التهاون لكن التقصير قد يكون موجود خاصة مع حكومة ليست لها تجربة كبرى أنا لست بصدد تبريئة الحكومة لا الحكومة لها مسؤوليتها في ذلك ومسؤوليتها أساسية وأولى في المقام الأول ولكن نحن إزاء حكومة يعني لما نتحدث الآن بواقعية نحن إزاء حكومة على أقل في مستوى رؤوس الحكومة يعني رؤوس الوزراء يعني الوزراء والمديرين العامين إلى آخرين خاصة الوزراء ليست لهم تجربة في هذا المجال من منا يشك في أن لهذا الرجل هذا وزير الداخلية وأنا لا أعرفه وليست لي به علاقة ولكن أتحدث عنه من خلال ما عرفته من وسائل الإعلام هذا رجل متمرس بالقانون له تجربة في ممارسة القانون ولكن ليست له تجربة في ممارسة الحكم يعني كسياسة ربما وجه تقصيره من هذه الزاوية هل نحاسبه ونقصيه أم نحاسبه حتى ليخطئ أمارات الأخرى هذه قضية للنقاش لكن الأكيد أن نائزاء حكومة أحياناً تصل إلى حد التردد تصل إلى حد يعني عدم القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وهذا يجر إلى العديد من الأخطاء وتجربتنا في الحكم الآن تجربة تونس في الحكم فيها العديد من الأخطاء التي تحاسب عليها الحكومات كيف نحاسبها كيف نعاقبها إن شئنا على هذه الأخطاء إن حكمنا بأنها أخطاء هذه مسألة للنظر هناك نقطة أخرى أستاذ حافظ عبد الرحيم هي محاولة تجيش الشارع التونسي ومحاولة استقطابه واستغلاله لأغراض سياسية حزبية معينة وإحنا كنا نشوفنا مؤخراً الأحداث التالت في بلادنا من اعتصام الرحيل اعتصام الشرعية الضرب الجوع بالتناوب الانسحاب من مجلس التأسيسي وفي كل مرة كنا نشوفه السياسيين يحاولوا يستغلوا ويستقبوا الشارع التونسي شنو رأيك الحكاية بي الشارع شوف احنا في البداية لما عرفنا الشارع قلنا هو فضاء للفعل وقلنا من إيجابية هذا الفضاء للفعل أنه فرصة لكي يعبر الرواد الشارع عن شئنا عن آرائهم عن اختلافاتهم يعني يكونوا فضاءاً للتعبير التعبير بالمعنى البناء لكن مثل ما أنا للشارع إيجابية للشارع أيضاً سلبية في أنه فضاءاً يصبح قابل للتوظيف قابل للتوجيه قابل للتجييش أي أن أصحاب الإيديولوجيات والأفكار وربما من حقهم أيضاً أن يحاولوا التسربة داخل هذا الشارع وأن يجدوا إن شئنا حرفاء لهم يعني رواد أنصار لهم عبر التعبئة ما يسمى بمفهوم التعبئة السياسية أو التجييش السياسي عبر نشر الأفكار عبر نشر الآراء يعني حتى تصل إلى حد التعبئة ضد نظام الحكم أو ضد الخصم السياسي بأفكار قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة وهذا سفي بارتي ديجو هذا جزء من اللعبة هكذا هي اللعبة يعني شارع يتحرك في معظمه قد تكون تحركاته غير مؤدلجة ولكن يتسرب داخله أصحاب الإيديولوجيات وينشرون إيديولوجيتهم ويحاولون استقطاب الرأي العام لصالح إيديولوجيتهم وهذه اللعبة سفي بارتي يعني هكذا هي اللعبة دائماً كل شارع يكون قابل للإستقطاب وهناك حجة غالباً من سمعوها ديمة يقول لك أنا الشعب يدعمني يا هل ترى المئتين الف ولا ثلاثمائة الف اللي خرجوا وتحركوا بشي مثلو معناها أحداشن مليون تونس أين البقية؟ لنتفق راهوا قلنا أن الشارع هو محرار صحيح هو مقياس ولكن المقياس راهوا ما هو شي قالب شنو معناه؟ معنتها هو مقياس قد أقيسوا به وقياسي قد يكون صحيح وقد يكونوا غير صحيح لكن لا أستطيع أن أقول بأن كل من خرج مثلاً على سبيل المثال كل من خرج في جنازة الشهيد شكري بالعيد هو ضد الحكوم أحنا على ذكر النقطة هذه بذات أستاذ حافظ أحنا لاحظنا حتى في خروج الاحتجاجات على أثر مقتل الشهيد شكري بالعيد شوفنا حتى أصحاب سوابق عدلية بقدر ما يتسربوا أصحاب الإيديولياج قد يتسرب حتى أصحاب المصالح المصالح وقد يتسرب حتى المنحرفون إلى خيره وسرق وإلى خيره لكي يحققوا أغراض أخرى يعني يصبح الشارع حساس جداً في مثل هذه الوضعيات يصبح حساس جداً وسهل التجاوب يعني حالات التجيش هي حالة نفسية الفون معنى مفهوم الزمرة أو المجموعة هذه مثل الستات الكورة يعني جمهور الرياضة يصبح في حالة نفسية قابلة أن يتفاعل حتى مع أفكار غير صحيحة وغير عقلانية ويتجاوب معها بإيجابية وينجر نحو الفعل بيسر حتى أنه لاحظ جيداً في جمهور الكورة مثلاً فرد وقت اللي يحضر في مقابلة يجد نفسه يقوم بأشياء لما يعود إلى البيت يراجع نفسه وربما يقول لماذا فعلت هذا وكيف لي أن فعلت هذا نفس الشيء لما الإنسان يحضر في الشارع هو في الفول هذه يعني يصبح يقوم بأشياء قد يتراجع عنها عندما تهدأ يده الأمر ويرجع إلى البيت ويقول لماذا فعلت وما فعلت ولماذا قلت وما قلت يعني هذا الجو العام الذي يكون عليه الشارع جو التجيش يصبح معه الفرد حساس ويتجاوب مع كل الأفكار وكل الأراء أو معظم الأفكار أو الأراء وزيد على ذلك ما يقوم به الأعليام أيضاً من تجيش دون شك هذا عامل آخر إلى جانبي أصحاب الإيديولوجيات الإعلام يلعب دور ونحن نعرف أن إعلامنا والتقارير التي تظهروا إعلامنا يحاول أن يتطور هو في حالة غليان في حالة تحول وراه كل المؤسسات المجتمع في حالة غليان وما يعيشه الإعلام التونسي قد يضخمه الناس وقد إلى حد يعني الدراماتيزازيان ولكن في الحقيقة هكذا هي التغيرات المجتمعية كل تغيرات مجتمعية تقترن بحالات الغليان والإعلام التونسي ليس إلا مؤسسة من مؤسسات المجتمع التي تعيش هذه الحالة من الغليان وربما يصبح دوره في جانب إيجابي وبنى الإعلام التونسي اليوم له نقاط قوة تحسب له لكن مع كل أسف حالات التجييش والعبارات والسلوغان والدكسينار الذي يستعمل في الإعلام التونسي اليوم والتقارير التي صدرت مؤخرا تؤكد هذا يعني عبارات تصل إلى حد الدعوة إلى القتل آخر هذه الحالة أو الوجه المرضي للإعلام الذي يسعى بدوره من خلال حالات الغليان التي يعيشها يحاول أن ربما سيصل إلى حالة من التجاوز أستاذ عبد الرحيم من بين الحلول التي ذكرتها في إبقاء الشارع التونسي في حال التوازن أو إبقاء شرعية الشارع التونسي في حال التوازن هي استفاء المرحلة التأسيسية وانتظار المرحلة الانتخابية جاية هل من حلول أخرى مع ذلك؟ شوف الحل إن أردناه أن يكون حلا بناء لابد أن يكون مستنده القانون نريد أن نبني دولة نريد أن نبني جمهورية هكذا أم لا؟ هذا اتفقنا على يعني مهما اختلفنا فلا نختلف بكل تيارات اليمينية الشيطة واليسارية يجمعون جميعا مثلما أجمعوا على دقاج يجمعون اليوم على أن الدولة الحديثة اليوم هي دولة نظامها جمهوري وأساسها القانون يعني المسار الخطوة الأولى التي قمنا بها واختيار كان صعب في أن نقوم بمسار انتخابي كامل وانتخبنا مجلسا هو العقدة وهو الحل الحل في المجلس هو سلطة السلطات هو الذي سينتقل بنا من المرحلة الانتقالية هذه إلى مرحلة انتقالية جديدة عبر انتخابات جديدة هي التي سنبني على أساسها دولتنا أو مرحلتنا أو حكوماتنا وما إليها من مؤسسات وماذا في سورة قيام المجلس التأسيسي بأخطاء؟ من يحاسبه على ذلك؟ هذا اختيارنا يعني من يحاسب المجلس هو سلطة السلطات من يحاسب سلطة السلطات؟ يحاسبها الشعب الذي انتخبه هذا المجلس أخطأ الأكيد أنه أخطأ لا نختلفه مثلما أخطأت الحكومة حتى المجلس أخطأ أخطأ في العديد من الخطوات ولكن ما حجم أخطائه؟ هذا لا نعرفه لست أنت ولا أنا ولا غيرنا من يحكم على نسبة أخطاء المجلس غير الشعب الشعب سيقول إن أخطأ كثيرا سيقول له أيضا له دقاش وسيأتي بمجلس غيره أو إن لم يعتبره أخطأ سيقبل باللعبة وسينتخب أعضاء جدد وسنبني مسارا جديدا أو مرحلة انتقالية جديدة يعني لنجعل ما بني على القانون نواصل بناءه على القانون عندك سيارة تسير بالليسانس نجد مش تبدلها مزود لا تبدلها مزود نفس الشيء اخترنا أن يكون مسارنا على أساس القانون لنجعل القانون هو الفيصل والأساس في البناء وسنرى أن القانون لا ينتهي إلا إلى أشياء مقبولة لأن القانون هو الفيصل هو الأساس وظهر القانون لماذا ظهر القانون مثل ما يعلمنا القانونيون ظهر القانون لينظم العلاقات بين الناس باش ما تنتشرش الفوضى إذن من يجنبنا الفوضى ومن يسمح لنا بأن نبني دولة منظمة هو القانون بقية كيف نتمثل القانون كيف نتعامل مع القانون ما هي نسب المشاركة صحيح أن الانتخابات السابقة وعندها عيوبها سواء في طريقة الاقتراع أو في نسبة المشاركة خاصة نسبة المشاركة يعني لها حدودها ولكن القانون يقول أن ولو كانت نسبة المشاركة كذا كذا بالمئة فهي مقبولة إذن لنجعل الناس أو لنوفر الفرصة للناس لكي يشاركوا راهوا الانتخابات بقدر ما تكون نسبة المشاركة مرتفعة بقدر ما تكون تمثيليتها أكبر وبقدر ما تكون الجدوى بتاعها أكثر المشاركة ما تجيش بين عشية وضوحها شعب كان من 56 حتى إلى يوم 23 أكتوبر لم يشارك في انتخابات الديمقراطية كيفاش نطلب منها بين عشية وضوحها باش تكون نسبة المشاركة 60 و 70% لا مش ممكن أما هات نعطيه القدوة نعطيه المثال والمجتمعات تشتغلوا بالمحاكات وقت نشوف جاري وخويا وأمي وأختي شاركوا وشافوا نتيجة من خلال المشاركة متحهم سأشاركوا وأنت ستشاركين والآخر سيشارك وهكذا تتوسع نسبة المشاركة إذن فالممارسة السياسية هي تنشئة ما جيش بين عشية وضوحها لابد أن نشي الناس على أن راهوا وقت اللي تشارك وتبدي رأيك راك تنجم تشوف ريزولتات متع المشاركة متع أريد أن أعاقب هذا حتى لا يكون حاكما هات نشارك أريد أن أساند هذا حتى يكون حاكما سأشارك أما وقت اللي نشارك وعلى أساس أن يكون هذا حاكم وأرى الآخر حاكم تكون خيبة الأمل ونحن لا نريد لممارسة ديمقراطية أن تكون قائمة مثل ما كان في 23 سنة قائمة على خيبة الأمل لا نريدها أن تكون قائمة على الإنجاز أن نرى إنجازا أمامي حينما أرى إنجازا أمامي سأشاركه وسأشارك لا فقط في انتخاب المجلس بل في انتخاب في الحياة العامة وهذا هاب جدا نرى المجتمع المدني وقت نشارك في انتخاب جمعية ونشارك في انتخاب أعضاء مجلس علمي ونشارك في انتخاب أعضاء مجلس قسم ونشارك في انتخاب جمعية في مدرسة حينها تصبح المشاركة مبدأ قائم وينشئ الشعب التونسي المجتمع التونسي ينشأ على مبدأ المشاركة والإيمان بأن المشاركة فاعلة حينها سنرى ممارسة ديمقراطية أكثر رقي وأكثر جدوى مما رأيناه اليوم مع التأكيد على أن على الأقل أول الغيث قطر ثم ينهمر هذا أملنا إمكانية حسم أن يكون الشارع في اتجاه محدد هو من الوهم في الديمقراطية بمكان فاستطلعات الرأي تؤكد أن من انتخب قبل أشهر تترد شعبيته إلى الحظيد إلا أن التفويض الديمقراطي يحسب بعدد السنوات بين ثلاث وست سنوات فهل من حق من آمن باللعبة الديمقراطية أن يسعى إلى نسفها تحت المسوغ الأيديولوجي للفوضى البناء والفوضى العالمة وفوضى التأسيس سيدتي سادتي هكذا نأتي إلى ختم هذه الحلقة من متابعاتي عن قرب شكراً لك أستاذ حافظ عبد الرحيم على تلبية الدعوة شكراً أخت ملك وشكراً لقناة القلم مرحباً بك إذن شكراً لكم أيضاً مشاهدين على حسن المتابعة موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في ملف جديد كانت معكم ملك البكري دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء تحياتي اشتركوا في القناة